وشوفنا ده قرأيب يتدم مع منشستر ونايتد بيخسر من ليفربول سبعة وعمل احسن موسم تاريخي لول السنة دي شوفنا ليفربول بكسباني 2 صفر وبيخسر ميريل مديدا خمسة ليفربول السنة اللي فات خسم من اسلوم على سبعة بالضبط فانا عايز اقولك ان في الكورة بيحصل الكلام ده بس مش مبرر لا مش مبرر ايه حل تراف الكورة بيحصل كده لا لا لا، الاهل ميخسرش خمسة بست نكلم في النقطه اوهم يا كبن كريم خد بالك أنا بقولش كان الأهل يخسر أو أنا بتقبل خسارة سهلة أو أنا مش زعلان أو أنا يعني بلاقي مبارن اللعبة دي تخسر مشارك كمان خمسة وستة أنا عايز أقول لازم نغير الثقافة شوي إحنا عندنا خد بالك بتعصب بيجي من هنا تعصب وبتعصب ده بيوم راح يعني يوصل لدرجة أعلك شوي توصي تلاقي يحصل مشاكل يحصل ناس تحصل يعصلها لا قدر الله أي حاجة سيئة أي حاجة سيئة وده من هنا من فكرة أنه إيه يعني لا يا جماعة ما هو الأهل برضو ما هو مش أحسن من ريال مدريد الأهل مش أحسن من ليفربول الأهل مش أحسن من مشيستر يونيتد الأهل مش أحسن من برازيل لما يخسر على ملعبه في وسط جمهوره في كاس العالم تخسر كام سبعة أو لثمانية سبعة سبعة أو لثمانية بس بس في نقطة ممكن أقولها قول اتفضل اتفضل عشان دي كنا بنتكلم فيهم طيب تمام لما ريال مدريد يخسر خمسة ستة سبعة مانشستر ليفربول مانشستر سيتي كل الأسماء نتوات برازيل بتتكلم على أسماء فرق اللي قدامهم فرق على أقل زي يوم في القوة تمام تمام أنا بكلم هنا عن نادي الأهلي رجل محتكل كل حاجة في أفريقيا نادي الأهلي كبير الكارة بمسافة المفروض بعيدة عن كل المنافسين مع مستوى الأرقاب 100% فالأهلي لما يخسر خمسة وهو النادي الأهلي الكبير أو ده اللي بعيد به بطولاته عشر بطولات في أفريقيا أرى بواحد ليه خمس بطولات لما يبعيد أو كده ويخسر بالنتيجة كبيرة كده مش مفهومة لكن لما تكلم في فرقتين نفسه القوة وفرق النهاردة ما كنتش فيه ما هتخسر خمسة ممكن تعدي ممكن تعدي لك أنا بس احنا ليه زعين على الأهلي عشان ده الأهلي ماشي حلو أوي هرد عليك برضو ردي سهل جدا جدا ومانطقة جدا صد كل حضراتك قلتوا ده يا كابتن كريم ده في التاريخ يعني وحش أفريقيا غول أفريقيا تاريخ النادي الأهلي لا يقارن أبدا أبدا بسان داونز صح ولا كل ده تاريخ طبعا كل ده إيه تاريخ يعني ما نفعش أصلا بسان داونز يخش مع الأهلي في مقارنة في مقارنة في مقارنة بطولة أفريقيا في التاريخ يحصل من فرقة أهلي كمان من نادي الأهلي صد صد متفقين أن فرقة فرقة كبيرة يعني فرقة كقدرات لعيبة كدرات لعيبة فرقة كبيرة ممكن ما بتاخدش بطولات لأن هي خد بالك في فرقة بتعمل أداء كويس جدا بطرفش أخذ بطولة منهم صد كفرقة الناس كلها تلوقتي ماسكة صد 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 لا هو مش حصل من الأهلي هو مش تاريخ أحصل من نادي الأهلي ولا عمره هيبقى أحصل من نادي الأهلي وأقولك على حاجة ممكن نادي الأهلي احخذ بطولة بكل الظروف اللى احنا بنتكلم فيها دي وريد وكل المساوي اللى احنا شافناها اللى اللي برüğة في المباراة النادي الأهلي ممكن يأخذ بطولة طبعا هي مش فد للأهلي في حالة طبعا إني المريخ يتعادل الهيلال الذناب الهي حالي يتعادل مع سندوز ممكن قال ياخد البطولة وده وصل كويس جدا% لكل الناس إن الأهلي ممكن يلعب سندوز التاني فأي يا ضر الأهل يبقى له ثلاث سنين على فكرة بقى له ثلاث سنين بيجي فقرعته دايماً مين وبيخرجه سواء في دور مجموعات ما بيخسرش منه ويتعادل في حضرات في تعادل واحد هناك وكسب عندنا أو تعادل عندنا برضو فأنا أزول لك أن النادي الأهلي فريق مطولة بس أنا عايز الثقافة تتغير شوية بس في حتة عشان ما ينبقش في عصابية لازم في حيثة أن تتقبل الهزيمة أنا ما بقولش أن أنت طبعاً تموت عشان ما تخسرش وتزعل بس لما تحصل النتيجة عايز بفيه هدوء شوية ما يبقاش فيه ما نكسرش في كل